عود إلى شأن المغربية حيث قال وزير الصحة الحسين الوردي اليوم بالرباط قال إن المغرب حقق تقدما مهما مكنه من مراقبة والقضاء على عدة أمراض تشكل تهديدا حقيقيا للصحة العامة من جانب آخر أكد ممثل منظمة الصحة العالمية بالمغرب أن المملكة تتوفر على برامج صحية لمراقبة ورصد الأمراض المعدية تمكنها من الاستجابة لريهانات الصحة العامة ومن الإسهام في الجهود الدولية المبذولة في هذا المجال وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة في الأستوديو الزميل محمد أنس طموح أنس مرحبا تحية طيبة لك حسام وأهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام أنس ماذا عن النجاة الوطنية لسلامة الصحية في المغرب نعم حسام الدين فالمغرب حقق تقدما مهما مكنه من مراقبة والقضاء على عدة أمراض تشكل تهديدا حقيقيا للصحة العامة تتمثل أساسا في الكوليرا والمالاريا وحمة تفويد وغيرها من الأغبئة هذا ما جاء على لسان وزير الصحة الحسين الوردي الذي يرى أن السياق الدولي يتسم بعولمة المخاطر الصحية وظهور أمراض ناشئة تشكل خطرا على السلامة الصحية العالمية من بينها بالخصوص الالتهاب الرئوي الحاد وفيروس إيبولا ثم فيروس زيكا الذي ظهر مؤخرا وهو ما يتطلب إصلاح وتطوير نجاعة وفعالية الأنظمة الوطنية لليقظة والسلامة الصحية انطلاقا من تقييم دقيق للوظائف الأساسية للصحة العامة في المغرب وماذا عن تقييم الصحة العمومية بالمغرب أنس؟ نعم حسام الدين فمنظمة الصحة العالمية أنجزت بتعاون مع وزارات الصحة تقييما للوظائف الأساسية للصحة العامة في المغرب ونظام مختبرات الصحة العامة من أجل الوقوف على تشخيص دقيق لمكامل القوة والاختلالات والحاجيات والتحديات أيضا ضمن نقاط قوة الصحة العامة بالمغرب بحسب التقييم تتجلى أساسا في الالتزام السياسي على أعلى مستوى من أجل النهوض بالصحة وإصلاح الأنظمة الصحية بالإضافة إلى دستور 2011 الذي يقر بالحق في الولوج للعلاجات والحماية الاجتماعية وفي التوفر على بنية تحتية صحية متطورة بمختلف جهات المملكة وتقييم الصحة العمومية بالمغرب كذلك أورد نقاط ضعف في الوظائف الأساسية للصحة العمومية أو الصحة العامة بالمغرب وهذا جانب مهم أيضا حسين فبخصوص نقاط ضعف الوظائف الأساسية للصحة العامة في المغرب سجل التقييم قلة الموارد ومهني الصحة والتوزيع غير المتوازن للموارد البشرية ومحدودية النفقات الصحية المخصصة للعلاجات الوقائية بالنسبة لجميع الأمراض فضلا عن غياب استراتيجية شمولية ومساجمة للتواصل وبحسب التقييم فإن أمراض القلب والشرين هي السبب الأول للوفيات بالمغرب إذ تشكل أربعين في المئة من مجموع الوفيات معتبرا أنه بالرغم من بعض الحملات التي تنظم للتحسيس بالمخاطر المرتبطة بهذه الأمراض إلا أن نجاعتها تبقى ضعيفة وتفتقر للدعم وماذا عن التحديات التي تقف أمام قطاع الصحة العامة بحسب المنظمة العالمية للصحة تحديات كثيرة حسين تلفة بالنسبة للتحديات فقد أكد التقييم أنها تتمثل أساسا في ضرورة اعتماد سياسة وطنية للصحة العامة بعيدة المدى ومنفتحة من خلال بلورة ميثاق وطني للصحة وتنفيذ مقاربة للتخطيط خاصة عبر مأسسة مجلس وطني للصحة وإدماج أنظمة معلوماتية موازية ذات جودة عالية هدوى تعرف منظمة الصحة العالمية الوظائف الأساسية للصحة العامة بالخصوص في وظيفة اليقظى المتمثلة في مراقبة وتتبع المؤشرات الصحية ووظيفة تصدي وتطوير المخططات لمواجهة طوارئ الصحة العامة ووظيفة حماية الصحة العامة والبيئة والسلامة الغذائية ومحاربة التسمومات إضافة إلى وظيفة حماية صحة السكان وتقليص الفوارق في المجال الصحي وهنا ربما يبرز هذه الفوارق بين العالم القروي والحاضرة أيضا لكن معلومات مطمئنا حول أن نجعل وطنية للسلامة الصحية في المغرب شكرا جزيلا لك زميري محمد أنس طموح على كل هذه التوضيحات حول موضوعنا اليوم شكرا جزيلا